انا جربت دلوقتي نجمة 155 شباك حلو جدي الموضوع ده يعني ولسه انا هكمل عليه بقية الليلة زي ما بيتقال بس انا هرجع بسرعة على المهندس محمد وهسألك معلش انا اسف على الثلاث دقيقة ده ولكن ايه اللي انا اقدر اعمله عشان اشوف الخدمات وما الى ذلك يعني حتى كنا في الفصل بنقول على السوبر أب بتاعنا نقدر نستخدمه وهيحقق لي يعني ما يفوق احيانا تصوراتي طيب مع تحول الرقم اللي بتتباني الدولة المهندس حسين الجمل قال لنا لازم نغير كل طرق التعامل حتى جوه جهاز نفسه يعني حتى جوه جهاز كلنا بنتكامل ديجيتال طب ازاي المواطن حبتتكلم في اتصالات وازاي لسه بيتعامل مع الطرق التقريدية كان مهم جدا ان جهاز يطلق آب سهل جدا فيه خدمات تفاعلية ايه الخدمات اللي موجودة في الآب انا كعميل ايه اللي همني كعميل اللي همني ان انا وانا باختار الشركة اشوف احسن تعريفة باحسن جودة وفرنا الخدمة دي في الآب بخش على الآب اشوف المنطقة اللي انا فيها واشوف احسن شركة من الشركات اللي موجودة اخطار الشركة دي كجودة على منطقتي على منطقتي طيب ايه احسن سعر حضرتك تخش على الآب وتخش على تعرفتي وتحدد السعر حسب الكمية اللي انت عايزها يعني لو عايز تدفع فلوس معينة في الشهر تحط انا عايز كنياتي بمبلغ معين يطلع لك كل الافر وكل العود اللي بتديك الامكانية دي في الشهر طيب انا عايز كمية معينة يزهر لك كل العروض اللي بتديك الكمية اللي انت عايزها في الشهر طيب حديدت الشركة وحددت بناء على الجودة والسعر عايز اروح الفرع يزهر لك في الآب اقرب فرع لحضرتك تروح الفرع الخاص بالشركة دي وتقدر تتعاقد طيب او انا عندي خط وعايز احاول حلاص حضرتك زي ما قلنا خلال 24 ساعة تروح الفرع وتقدم على طلب التحويل طيب انا عندي خدمة انترنت ارضي في الشركة وعايز اغيرها لشركة تانية ها ده موضوع كبير بقى موضوع الانترنت في الارض ده كانت فيه مشاك واحنا شفناها من خلال الشكاوي اللي كانت بتجلنا من الكل سنت كان الناس بتعاني بنسبة كبيرة سواء من الاجراءات او الوقت الطويل اللي بياخدوه للانتقال من شركة لشركة منذ اكتر من سنة بالزبط يوم 12 سبتمبر يعني بنتكلم في سنة بالزبط الجهاز غير المنظومة دي تماما اكبر او الزم شركات المحمول ان يتم الانتقال من اي شركة لاي شركة خلال 72 ساعة وعلى الاكثر على الاكثر ده بحد اكثر بتروح لحضرتك للشركة اللي حضرتك شغال معها بتقدم طلب اسمه طلب الالغاء وتدفع رسوم بتدفع الفلوس لو كان عليك اي فلوس او مديونيات هذا الطلب مجانا وبتاخد حاجة اسمها رقم للغاء خلال 24 ساعة بعد ما بتاخد رقم للغاء بتروح للشركة الاخرى وتقدم الطلب خلال 48 ساعة الشركة التانية بتقدم لك الخدمة كام واحد استفاد من هذا الموضوع حتى الان بنكلم اكثر من 900 الف واحد استطاعوا ينقلوا من شركة لشركة في خدمة التنمت السابق هل ورد ان ده يبقى موجود على السوبر ايب؟ في السوبر ايب اللي موجود دلوقتي فيه خدمات كتيرة جدا تفاعلية هندخل فترة رائبة ان انت تقدر اولا فيه خدمات تفاعلية زي ما حدك بتقول لو عندي اي شكوى النهاردة من سوبر ايب اقدر استعمله النهاردة 12% من المواطنين بيستخدموا السوبر ايب فيه الشكاوي يعني حنا عندنا النهاردة من 1440 الف شكوى اللي انا قلتهم 85% منهم بيستخدموا 155 15% بيستخدموا الوسائل الديجتال 12% من ال15% بيستخدموا سوبر ايب واثنين في المية واتساب وغير وبالتالي السوبر ايب ده مهم جدا انت يبقى فيه طريقة للتواصل حاجة تانية المهمة جدا حتى في سوبر ايب ارقامي اقدر اعرف الارقام بتاعته ودي نقطة من النقاط اللي الناس كنت بتكلم عليه ان انا فيه ارقام كتيرة متسجلة باسمي اقدر احط رقم البطاعة والرقم بتاعي اقدر اعرف كل الارقام اللي متسجلة باسمي وتطلع للارقام دي وادر ارغيها واشوف معي ولا مش معي ويمكن سوبر ايب خد ريكورد عالمي بحب اقوله ان احنا من خمس مشاريع على مستوى الاتحاد الدولة صلاة كان السوبر ايب المصري وخدنا شهادة من الاتحاد الدولي انه هو من افضل خمس مشاريع على المستوى العالم كان فيه الف مشروع متقدمين فدي حاجة احنا بتشرفنا ان احنا عملنا حاجة زي كده ده احنا اللي تشرفنا بوجودك معنا وكده كده هنستمر دايما يعني نزعجك باتصالاتنا التليفونية ونزعجك احيانا برضو بوجودك معنا جوة الستوديو لانه مهم عندنا نتكلم على ده بشكل كمان اكثر استفادة خلال الايام الكتير اللي جاية شكل لحضرتك اكتندم وساعد دايما بالاقع لا ده احنا المتشكرين جدا 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 كل الشكر للمهندس محمد ابراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اشجعكوا على السوبر اب جدا انا شخصيا نزلتوا من اللحظة الاولى